نقض العهد وعدم الالتزام به من المحرمات شرحا فقد قال تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلت الله عليكم شهيدا والتكرار عادة ما يفيد التوكيد أو الإصرار والتعنت وقطر أكدت وكابرت لسنوات طويلة ولا تزال من خلال مخالفاتها للعديد من الاتفاقيات وبالأخص نكثها لاتفاق الرياض مرتين فهي علاوة على عدم التزامها بوقف دعم الإرهاب وكل ما يزعزع أمن شقيقاتها لا تزال وبعد ثلاث سنوات ترفض الإجراءات السيادية والشرعية التي اتخذتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب وذلك ما يتخالف مع ما وقع عليه أمير قطر ضمن الاتفاق أيضا فقد وافقت قطر أنه في حال عدم التزامها ببنود الاتفاق وآلياته فإن لبقية دول المجلس حق اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية أمنها واستقرارها اتقاء لبراثن توجهات نظام الدوحة عدم التزام قطر بتعاهداتها الدولية أودى بمصداقية نظامها إلى الهاوية فكيف للدول العالم اليوم أن تثق بتواقيع نظام قطر التي نكثت عهودها إلا ما وعدت به الإرهابيين وكيف لجهة رسمية محلية أو دولية أن تثق بأي وثيقة مذيلة بتوقيع غير ملزم لأمير قطر ويبدو أن التاريخ يحمل في جعبته الكثير فلا تكاد تغيب شمس دليل دامغ على تشرب ودعم قطر للإرهابيين حتى يبزغ فجر دليل آخر يدين قطر من جديد وما كان العرب يوما ينكثون عهدا شفهيا لأحد فكيف لهم اليوم أن ينكثوه مكتوبا مشهودا على اختلاف النظم الدولية وفي منحنيات السياسة كافة تدار الشؤون الداخلية والعلاقات الدولية وفق قنوات قانونية ومعاهدات دولية تتقارب وتتفاهم عبرها الحكومات والدول وتلتزم بها وهذا ما جعل من الإجراءات السيادية التي اتخذتها الدول الداعية لمكافحة الإرهابي ضد قطر إجراءات شرعية وسلمية فلا يوجد في السياسة مكان للمتعنتين فللسياسة أحكام وللدبلوماسية مصداقية وللأمراء أقوال تبرهنها أفعال ولا خير في وعد إذا كان كاذبا ولا خير في قول إذا لم يكن فعله ترجمة نانسي قنقر